في حلقتها السابقة يقدم من جديد مسلسل الطائر الرافرة أحداثا ستفاجئ الجمهور ولكن أعتدت لكم تحليلا مفصلا لما سيحدث في الحلقة الجديدة ولا تنسوا الاستماع حتى النهاية لتطورات مليئة بالحر عندما أصيبت شخصية سيران بالسرطان أصبح من الفضول ما إذا كانت ستظهر في الموسم الجديد تم التأكيد على أن ميرت رمضان ديمي أحد الممثلين الرئيسيين سيستمر عفرأ سارت أوغرو التي تلعب الآن شخصية سيران ستحتفظ أيضا بمكانها في المسلسل لذلك ستستمر شخصية سيران وفريد في التواجه مع الجمهور في الموسم الجديد وفي الحلقة السابقة انكشف مرض سيران وأخبرت فريد برغبتها في إنجاب التفل ومع ذلك سيتعامل فريد مع هذا الموقف بريبة وسيبدأ في التحقيق لمعرفة الحقيقة وراء اضطرار سيران إلى اتخاذ مثل هذا القرار المفاجئ سيصفر بحث فريد عن نتائج ومن ثم سيظهر مرض سيران وحقيقة أنها حامل بالطبع سيكون فريد دائما بجانب سيران خلال هذه العملية وسيحاول فريد استخدام كل موارده لعلاج سيران من ناحية أخرى تمت إضافة جو جديد للمسلسل مع العودة المفاجئة لطارق ومع ذلك فإن شخصية بلين ستترك المسلسل لأنها لم يعد لديها نص وقد أدى خروج آكين المفاجئ من المسلسل إلى خلق فجوة في الكواريس تم الانتهاء من أن شخصية بلين ستودع المسلسل ورغم أنه لا يوجد مشهد وداع بعد سأبلغكم أن بلين ستذهب إلى لندن بقرار من كايع لذلك كما سترون فإن شخصية بلين ستودع المسلسل في نهاية الموسم الثاني بعد آخر خمسة حلقات ومع عودة طارق سوف يتم الكشف عن حقيقة وفاة فؤاد وسوف ينتقم فرد من طارق ويقتل طارق لأن وفاة فؤاد كانت مخططة بالكامل وقام طارق بتنفيذ مثل هذه الخطة ليبدو الأمر وكأنه حادث مروري لكن قبل أن يموت طارق سيكون لديه صراع كبير مع طيار ضد عائلة كورهاد وستكون هناك فوضى كبير في القصر ستشمل هذه الفوضى في القصر أيضا شخصية تموت بطارقة مروعة عندما لا نتوقع ذلك ونتيجة لذلك ستكون المعارك الكبرى وكشف الأسرار والوفيات الصادمة في انتظار الجمهور في الحلقات الجديدة يتجه مسلسل الطائر الرفرى نحو نهاية الموسم بإثارة كبيرة ينتظر بران بفارغ الصبر أن تلد ديلان طفل هاميران في أقرب وقت ممكن سوف تكون ديلان أقرب إلى الولادة معك مروري كل يوم بالإضافة إلى ذلك سيقوم بران وديلان بتنظيم القصر بأكمله من البداية إلى النهاية لوصول طفلهما لكن استعدادات ديلان وبران قبل ولادة طفلهما سيتسبب في قدوم أيام سيئة لأن ديلان وبران يستعدني لطفل لم يولد بعد لأنه يقال إنه ليس من الصحيح الاستعداد مسبقا لأمر لن يتضح بعد ما سيحدث إذا لم يولد طفل ديلان وبران فإن الاستعدادات التي قام بها لطفلهم قد تكون خيبة أمل كبيرة لكن بران وديلان سيكونان سعيدين لأن مثل هذا الشيء لن يحدث في المسلسل لأن الطفل ميران سيولد ستزداد آلام المخاض لدى ديلان في الحلقة القادمة ونتيجة لذلك ستبدأ عملية ولادة ديلان في الحلقة القادمة سيأخذ بران ديلان إلى المستشفى مع تزيد آلام المخاض وسيبدأ الأطباء أيضا الاستعدادات لولادة الطفل ميران سيتم نقل ديلان إلى الجراحة على الفور من قبل الأطباء لأن ولادة ديلان لن تكون ولادة طبيعية بل ولادة محفوفة بالمخاطر سيقوم الأطباء بتسليم طفل ديلان بأمان لكن لثوء الحال ستموت الديلان أثناء الولادة حتى طفل ديلان سيولد ميتا لكن الأطباء سيجعلون قلب ديلان وميران ينبضان مرة أخرى وهكذا لن تموت ديلان ولا طفل ميران من ناحية أخرى سوف تنسى ديلان كل الأحداث السيئة التي مرت بها عندما تحمل طفلها مع باران ثم ستذهب ديلان وبران إلى القصر مع أطفلهما لكن نهاية المؤلمة للغاية تنتظر ديلان لأنه بعد أن تحضر ديلان طفلها إلى القصر سيختطف جواهر طفل ديلان يذكر جواهر دائما اسم الطفل ميران كما قال جواهر في الحلقة السابقة أنه سيجعل ديلان وبران يعانيان من أعدم ألم في العالم أسوأ ما سيفعله جواهر لبران وديلان هو اختطف الطفل ميران وتربيته كعدو لعائلة كرابي ستجد ديلان طفلها في الموسم التالي لكن ابن ديلان سيكون صبيا صغيرا يتروح عمرهم بين 7 و 15 عاما ومن ناحية أخرى ستتلق ديلان باران في هذه العملية لأن ديلان ستذهب للبحث عن طفلها دون إذن باران وتترك باران سوف تتفرق عائلة كرابي بعد أن تغادر ديلان القصر ولكن نظرا لبقاء ديلان في المسلسل في الموسم التالي سيجتمع باران وديلان ويختبران السعادة مرة أخرى تم الإعلان عن موعد نهاية الموسم للمسلسل إذا لم تجري سلسلاتنا أي تغييرات في نهاية الموسم فستكون نهاية الموسم يوم الجمعة 21 يونيو ستستمر زينب في الغير من خليل أما خليل فكلما رأى أن زينب تغار منه كلما زاد غيرتهما لأن خليل سيغادر من زينب ويريدها أن تعترف بحبها له لأن تتمكن زينب في النهاية من مقاومة الحب وستعترف بحبها لخليل شيئا فشيئا لكن زينب لن تعترف بحبها لخليل أبدا لأن زينب فتاة نابلة جدا بهذا السبب لن تكون زينب أبدا هي التي تتخذ الخطوة الأولى لأنها تريد من خليل أن يعترف لها بحبه وبالتالي لن يتمكن خليل من تحمل الأمر في النهاية وسيعترف أحيانا بحبه لزينب لكن عندما يعترف خليل بحبه لزينب فإنه سيعبر عن حبه لها بكلمة غامدة ذات معنى ستدرك زينب أيضا أن خليل يحبها لكنها لن تتمكن من الكشف عن هذه الحقيقة لأن خليل لا يزال يرى زينب كعدو لعائلته بالإضافة إلى ذلك يعتقد خليل أنه إذا اعترف بحبه لزينب فسوف يخون تعاهد عائلته بالانتقال ولهذا السبب لن يهدأ غضب خليل وغضبه تجاه زينب أبدا لكن الحقيقة ستظهر بالتأكيد في الحلقة القادمة لأن صونغل وألبر سيكشفان الحقيقة بأيديهما ستكتشف صونغل عن وجهها الحقيقي بفضل الشر الذي ستفعله بزينب بالإضافة إلى ذلك سوف يتخلى ألبر عن نفسه بفضل أفعاله الشريرة خليل سيرى الحقيقة بأم عينيه عندما يرى خليل الحقيقة لن يصدق عينيه في البداية فكيف سيعتقد خليل أن صونغل خائن لكن خليل سيجد لاحقا دليلا يروي كل الحقائق ولهذا السبب سيكون خليل أول من يتنفس بجانب صونغل سيقول خليل لصونغل عامة كيف يمكنك أن تخونني في البداية ستخبر صونغل خليل بأنها بريئة لكن خليل لن يصدق أبدا كلمات صونغل الكاذبة لهذا السبب سيعاقب خليل سونغول ويطردها من القصر في الواقع إذا قتلت سونغول تولاي خلال هذه الفترة فسوف تذهب إلى السجن ولكن حتى لو ذهب ألبر إلى السجن فسيتم إطلاق صراح من السجن مرة أخرى لأن ألبر أصبح الآن الشخصية الشريرة الجديدة في المسلسل لهذا السبب سيبقى ألبر في المسلسلنا في الموسم الثاني من المسلسلنا لكن وجود ألبر لن يمنع حب خليل وزينة سيتزوج خليل أخيرا من زينب ويشعر بالسعادة في الواقع خليل سيكون مع زينب كما أن زينب ستحمل من خليل تم الإعلان عن موعد نهاية الموسم للمسلسل مسلسلنا سيودع الشاشات لفترة قصيرة مع انتهاء موسمة يوم الجمعة 28 يونيو في الحلقة الجديدة من مسلسل الأسيرة سيحاول أرهن مرة أخرى الزواج من حراء سيرا لكن عندما تكتشف عفيفة أن حراء وأرهن سيتزوج ستغضب بشدة عندما تعرف عفيفة الحقيقة ستفكر في مواجهة حراء ومطالبتها بالحساب لكن لاحقا ستتوقف عفيفة عن إخبار حراء بأنها عرفت الحقيقة وبدلا من الانتقام من حراء بيديها ستستخدم عفيفة فيدات كوسيل لذا ستضع عفيفة فيدات في القصر بالبداية سيأتي فيدات ويذهب إلى القصر من حين لأخر لكن لاحقا وبتفويد من عفيفة سينتقل فيدات إلى القصر عندما يكتشف أرهن أن فيدات قد استقر في القصر سيحاول طرده من القصر لكن بما أن حراء شخصية طيبة القلب فإنها ستمنع أرهن من طرد فيدات من القصر ستحقق حراء نعايتها من خلال الوقف إلى جانب فيدات وليس إلى جانب أرهن لأن فيدات سيفعل الشر في كل مرة ليحصل على حراء لكن أرهن سيمنع فيدات من فعل الشر حتى نهاية الموسم من المسلسل في الحلقة القادمة ستواصل حراء وأرهن تحضيرات زفافهما وهكذا سيأتي أخيرا يوم زفاف حراء وأرهن سيكون أرهن سعيدا جدا بالزواج من حراء لكن سعادة حراء وأرهن ستبقى في محاصبه لأن حفل زفاف حراء وأرهن سيكون مغطى بالدماء حتى لو سار حفل زفاف حراء وأرهن بسلاسة فإن نهاية الموسم من المسلسل ستكون مشكلة كبيرة بمعنى آخر سنشاهد مشهدا مليئا بالشر والأكشن في الحلقة الأخيرة من المسلسل وسنشهد أيضا موت حراء سيكون مشهدا موت حراء مشهدا مؤلما للغاية سوف تمتحر بين ذراعي أرهن في الواقع وفق لبعض الأخبار التي وصلتني بينما يريد فضة إطلاق النار على أرهن بمسدس سوف تقفز حراء فجأة أمام أرهن ونتيجة لذلك فإن الشخص الذي سيموت بمسدس ستكون حراء وليس أرهن بمعنى آخر سوف تضحي حراء بحياتها لمنع أي ضرر إي الحق بحبها أرهن ولكن دعونا لا ننسى هذا الاحتمال إذا وقعت حراء على صفقة الموسم الجديد فلن تموت وهكذا سوف تستمر حراء في البقاء في المسلسل حتى حراء وأرهن سيكونان معا وهكذا سيكون لدى حراء ثلاثة أطفال على الأقل من أرهن ستكون حراء وأرهن سعداء بأطفالهما قد يغادر كنان ونرشا مسلسلنا فجأة أو لن تستطيع نرشا أن تتحمل البعد عن كنان وتقرر السفر إلى الخارج لذلك سوف تسافر نرشا إلى الخارج لأنه في قل بعض الأخبار الأخيرة التي تلقيتها ستسافر نرشا إلى الخارج وتترك المسلسل سوف يستمر كنان في البقاء في المسلسل إذا بقيت نرشا في المسلسل فسوف تتزوج كنان في الموسم الثالث من المسلسل في الحلقة الجديدة من مسلسل العروز ستتعمق العلاقات المعقدة والمؤامرات بين الشخصيات بعد جهود جهة لإنقاذ بيذة ندخل في فترة سنواجه فيها الحقائق سأخبركم بالتطورات المهمة التي ستحدث في هذه الحلقة سينجح جهة في إنقاذ بيذة من موقف خطير من خلال المخاطرة الكبيرة إعلان عملية الإنقاذ سيجعله يستعد لنهاية في هذه العملية سيرى جهة واجهة بيذة الحقيقي وجميع أخطائها السابقة بشكل أكثر وضوحا وسيفهم أنها تقترب الآن من النهاية الحتمية وفي الوقت نفسه لا تزال هانجر غير قادر على رؤية واجهة بيذة الحقيقي ولا ترى العالم باعتبارها الجاني الحقيقي للمجرمين إن جهة هانجر هذا لا يهز ثقتها بالعالم لكن ليس من الواضح كيف سيؤثر هذا الوضع على علاقتهما في الفصول التالية من ناحية أخرى العلاقة بين هانجر وجينان تزداد قوة يعد دعم جينان وإخلاصها تجاه هانجر مصدرا كبيرا للروح المعنوية لهانجر في الأوقات السعبة وهذا الرابط بين الاثنين سيساعدهما في التغلب على الصعوبة التي يواجهونها تطور آخر مليء بمشاهد الحب هو أن الرابط العاطفي بين هانجر واجهان ستصبح أقوى عندما يبدأ الزوجان في التغلب على الصعوبة التي يواجهونها وسيتم تجربة اللحظة الرماسية المتوقعة في المسلسل ستظهر هذه المشاهد للجمهور جرعة عالية من الرضا العاطفي وسيضع أن الجميع سيكون لديه موقف أكثر حذرا في مواجهة هذه التطورة سوف يرقب بعناية تطور العلاقة بين هانجر واجهان وسيحذر كل منهما من أن يكون أكثر حذرا سيكون هذا الموقف الوقائي المقدر داء أهمية كبيرة خاصة بالنسبة لهانجر لأن هانجر ليست على علم ألعاب شخصية خاثرة مثل بيزا سيكون بويراز دائما بجانب نانا أثناء مرضها من ناحية أخرى ستكون نانا سعيدا جدا بوقف بويراز بجانبها سوف يقع بويراز ونانا في حب بعضهما البعض أثناء قضاء الوقت معا لكن لن تعترف نانا بحبها ولن يتمكن بويراز من الاعتراف بحبه لنانا لأن الأحباء نانا وبويراز يخشيان الاعتراف بحبهما لبعضهما البعض تعتقد نانا وبويراز أنهم إذا اعترف بحبهما لبعضهما البعض فسوف ينفصلت لكن هذا الحب سيصبح حقيق في نهاية المطعب لأن بويراز لن يكون قادرا على تحمل ذلك في النهاية وسيتخذ الخطوة الأولى نحو حب نفسه في اللحظة الأولى التي يمسك فيها بويراز بنانا سوف يركع أمامها سوف يقوم بويراز بإخراج الماصة المكونة من خمسة أحجار والتي اشتراها لنانا ويعترف بحبه لها نانا لا تعرف ماذا تفعل في مواجهة حب بويراز وستترك بويراز على الفور ستحبس نانا نفسها في الغرفة وتفكر في عرض الزواج الذي قدمه لها بويراز في البداية ستعتقد نانا أنها لا تستحق بويراز لكن لاحقا ستدرك كانسل أن نانا تعاني من الحب وستقدم لها النصائح بشأن بويراز من ناحية أخرى ستستمع نانا إلى كلمة كانسل اللطيفة عن بويراز وتقرر قبول عرض زواج بويراز وهكذا ستزداد مشاهد الحب في المسلسل منذ أن قابلت نانا عرض زواج بويراز ستبدأ لاستعدادة لحفل زفة لذا في النهاية ستقيم نانا وويراز حفل زفة جميلا ويتزوجا سيحضر جميع الأشخاص في الحي سندر حفل زفة فنانا وويراز وهكذا ستتمكن نانا من إقامة حفل زفة في أحلامها وذلك بفوض لبويراز كما أن نانا وويراز سيذهبان في إجازة بعد زواجهما سوف تنجب نانا طفلا من بويراز خلال إجازتهما لن يصل زوهر إلى ركبتنا أبدا من الآن فصعيدا سوف تتحول كانسل إلى إمرأة جيدة جدا وتقدر نانا ولكن حتى هذه الفترة يجب على نانا وويراز زواج الحذر لأن مخاطر كبيرة جديدة ستنتظر نانا وويراز لكن بويراز سيتمكن دائما من حماية نانا ستصبح أينور في النهاية عاشقة حقيقية لصنع وتتزوج مباشرة بعد أي نور قررت عائشة وفرد أيضا الزواج لذا في النهاية ستقل المشاهد الشريرة في المسلسة سيتم استخدام موضوعات الحب من المشاهد الشريرة في المسلسة فهل تعتقدون أن نانا يجب أن توافق على الزواج من بويراز أم لا سأكون في انتدار تعليقاتكم أدنى